السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام فستر ابن سين يرين رؤية الاعتذار في المنام بالخير والصلاح وما لم يكن فيه ذل وهوان ومن رأى أنه اعتذر من شخص وعثى عنه في الحلم فإنه يطول عمره ويناله رفعة بين الناس فيما الاعتذار المكتوب في المنام يدليل على فعلين يندم الرأي عليه حين ارتكابه ومن رأى أنه يرسل رسالة اعتذار ورقية في الحلم فهذا يدل على إعادة الحقوق لأصحابها فيما رؤية شخص يعتذر في المنام تدل على النجاة من أذى وشرط آخرين أما رؤية اعتذار شخص متخاصم معهم في الحلم فتدل على الصلح وانتهاء الخلافات مع الناس فيما اعتذار العدو فلك في المنام دليل على تحقيق النصر والرفعة أما اعتذار الزوجة لزوجته في المنام فتدليل على عودتي عن خطأ ارتكابه بحقها فيما رؤية الاعتذار لشخص في المنام تدل على طلب العفو والمسامحة أما رؤية اعتذار الميت للحي في المنام فيدل على حاجته للعفو والمسامحة أما التبرير في المنام فهو دليل على المحبة والتقدير من الآخرين أما طلب السماحة من الله في المنام دليل على التوبة والابتعاد عن المعاصي والذنوب ورؤية رفض الاعتذار في المنام دليل على قسوة القلب والنقمة على الآخرين فيما الاعتضار في المنام للرجل فيدل على زوال العراقل والخروج من المحن أما رؤية الاعتضار في المنام للفتاة العزباء فدليل على الندم على ما فعلته وارتكبته في حياتها فيما رؤية استلام رسالة اعتضار من الحبيب في المنام للعزباء فيدل على حل الخلافات والمشاكل معه أما رؤية الاعتضار في المنام للمتزوجة فدليل على تبدل أحوالها الأفضل وخروجها من المحن والله أعلم فيما رؤية الاعتضار في منا من الحامل فدليل عن انتهاء مشاكلي ومتاعب الحامل أما رؤية الاعتضار في منا من المطلقة فدليل مع الندم على الطلاق أو أمر قامت به في حياتها وكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية التفسير اليوم لقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام